طيب تسمية الدير البحري اللي اسم جيم نين يا فن؟ الدير البحري وجد فيه المنطقة دير مسيحي قرب منطقة المعبد بتاعها احنا عشان نبقى بنتكلم بنتكلم في الأقصر عندنا البر الغربي مجموعة من المعابد والمقابر سواء كانت مقابر الملوك أو مقابر الأفراد أو المعابد الجنزائية المختلفة المعابد دي واخد تقريبا حفة الوادي الغربية بالكامل كان فيه في الفترة المسيحية دير في الشمال عشان كده عرف باسم الدير البحري وكان فيه دير تاني في الجنوب قربة مدينة هابو بيعرف باسم الدير الإبلي ومن هنا الموقع كله أما جه المكتشفين أطلقوا على المنطقة والمعبد اسم الدير فأصبح الدير البحري بيعتبروا أنه هو الدير الشمالي في منطقة البر الغربي للأقصر من هنا كانت التسمية لكن الموقع قديما قبل ما يكون في الفترة المسيحية كان عندنا تلات معابد كبرى في المنطقة دي حتش بسوط مهاش الأولى حتش بسوط أوجدت معبد على طراز فريد تماماً من نوعه شبيه نوعاً ما بمعبد سابق من الأسرة 11 للملك منتحطه بالتاني طرازه المعماري فريد لأنه فحف في قلب الجبل موجود زي المعبد الخاص بالأسرة 11 بتاع منتحطه لكن اللي يتميز أنه هو متدرج لثلاث مستويات وبيربط كل مستوى بالتاني طريق صعد فتحفة معمارية في قلب الجبل محفورة العبقري بتاعها مهندسها سن الموت ومش بس كده ده سن الموت كان أيضاً مبعوث لها من المبعوثين اللي أشرفوا على رحلتها الدبلوماسية والتجارية لبلاك بانت أتمنى أن العرض يكون موجود قدامنا على الشاشة ونتتابع صور الملف وموجود صورة المعبد الصور بعدها ورا بعدها هنشوف بالترتيب الملكة كان لها أكتر من مقابرة مقابرة أياما كانت مجرد زوجة ملكية وحضرتك وتلنا أن ده معبد جنائزي دي الصورة اللي حالياً هي المقبرة بتاعتها قبل ما تبقى ملكة أما أصبحت ملكة عملت مقبرة تانية في ودي ملوك ثم ارتباطاً بالمقبرة اتعاملت ما يعرف باسم المجموعة الجنازية منذ الدولة القديمة كان مقبرة الملك بقرب منها معبد جنازي ثم طريق والطريق ده في نهاية قرب النيل معبد يعرف باسم معبد الودي دي المجموعة الجنازية في الدولة القديمة أما حصلت مشاكل في الدولة القديمة وسرقات إلى آخره ابتدوا يقولوا لازم نخفي ونطاع العلاقة ما بين المقبرة وما بين المجموعة الجنازية عشان ما تبقاش واضحة وتتسرق عشان نحافظ على خلود الملوك أو أي شخص متوفى نحافظ على خلوده فالمعبد الجنازي هو فقط اللي كانت تقدم فيه القرابين الجنازية والتقوص والشعائر من أجل ضمان الخلود للمتوفى أي أن كان هذا المتوفى اتعامل المعبد ده لكن في الدولة الحديثة وتغير اسمه تماما عنده قدامة مصرية بعد ما كان اسمه برجت أي بيت الأبدية زي اسم المقبرة وعشان كده بنسميه معبد يعني جنازي مرتبط بالأمور الجنازية أصبح في الفترة دي يعرف اسم معبد ملايين السنين ده المصمى المصري ملايين السنين ملايين السنين لأنهما بيأملوا أنهما في الأبدية يعيشوا ملايين ملايين السنين لما كان عالم ألماني اسمه قدته وقال على المعبد دي معابد تخليد الزكرة طيب ليه معابد تخليد الزكرة لأنه هي بتخليد زكرة الشخص المتوفى لكن هي في نفس الوقت بقى لها دور وظيفي جديد هي أنها يكون فيها عبادة للأرباب وبالفعل فيه ثلاث مقصير عبادة موجودة في معبد اللقصر فهو اللي هو معبد دير البحري في البر الغربي في الأسر فالمعبد له وظيفتين منذ الدول الحديثة عشان كده الجنائزي والعبادة بالضبط كده بالضبط كده